كاد يتحول أرنباً ومن الغد رفض بهاء شرب الحليب وأعرض عن اللحم والحساء وتناول الجزر فقط قلقت الأم على صحة ابنها وحاولت إقناعه بتنويع غذائه وتنبيهه إلى أن الأكلة المتوازنة ضرورية لنموه لكنه تمسك برأيه وذات صباح التحق بهاء بعائلته في المطبخ فصاح أخوه ما بك يا أخي ماذا حدث لك؟ استغرب الطفل السؤال وقبل أن يستفسر الأمر وجد أخته تمسح على وجنتيه وتقول لماذا أنت برتقالي الوجه؟ ثم سمع جده يقول مسكين أنت يا بهاء قد غير الجزر لون بشرتك وبعد مدة سيغير شكلك خاف الصغير أن يصبح أرنبا وأراد أن يرى وجهه في المرأة فأقبلت عليه أمه وبيدها قطعة شهية من المرطبات وكأس دافئ من الحليب وهي تقول هيا أسرع بالأكل قبل أن تتحول إلى أرنب تناول الصغير الطعام فصاح الجميع مشجعين أحسنت يا بهاء هأنك تخلصت من اللون البرتقالي واستعدت لونك الحقيقي أسرع بهاء نحو المرأة ولم ينتبه إلى الجميع كان يكتم دحكته الأسئلة أولا لماذا قلقت الأم على صحة ابنها قلقت الأم على صحة ابنها لأنه رفض شرب الحليب وأعرض عن اللحم والحساء واكتفى بتناول الجزر فقط ثانيا بماذا نصحت الأم بهاء ابدي رأيك في نصيحتها نصحت الأم بهاء بتنويع غذائه وتنبيهه إلى أن الأكلة المتوازنة ضرورية لنموه رأيي نعم إن في تنويع الغذاء وتناول وجبة متوازنة تساهم في بناء جسم سليم توفر له الطاقة وتمنحه الوقاية من الأمراض لذلك فإن الأم على صواب ثالثا لماذا قبل بهاء شرب الحليب وتناول المرطبات قبل بهاء شرب الحليب وتناول المرطبات لأنه خاف أن يصبح أرنب لكثرة تناوله الجزر رابعا هل صحيح أن الإفراط في أكل الجزر يلون البشرة؟ لا، ليس صحيح لأن أكل الجزر يقوي البصر ولا يلون البشرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر